الثالث بعد ظهر الجمعة يمدد المجلس النيابي لنفسه 17 شهراً لتنتهي ولاياته الممددة في 2011-2014 ومن المتوقع أن يحضر التمديد بشبه إجماع لا يقل عن 110 أصوات إذا حضر كل أعضاء الكتل التي ركبت قطار التمديد هذا هي التسوية جلسة ببند وحيد واقتراح قانون بالتمديد صاغته هيئة مكتب المجلس وترجمته دعوة رئيس المجلس نبيه بري صار فيه إعادة قراءة مرة وأثنين للأسباب الموجبة نظراً لاستثنائية الوضع الأمني التي تحول دون تحرك أحد بالبلد اعتبرنا أنه من أحد الأسباب الموجب أن يكون هناك فطرة إضافية لتوصل إلى إقرار قانون انتخابات يوصل جميع اللبنانيين إلى حقوق وفق ما ينص عليه الدستور ولو بصرنا ما نفوط بالتمديد كنا ما فنتنا بس بالنهاية في ظرف معين وبالنهاية القرار الأخير هو لمجلس النواب كهيئة عامة كل مكونات المجلس النيابي اللبناني أمام المسئولية الوطنية والظرف الدقيقة اللي عم نمره فيه اتفقت باستثناء فريق واحد المحظور الأكبر والجريم الكبرى الاستسلام لحتمية إجراء أي أنتخابات على أساس أنون أجمع اللبنانيون على أنه أنون غير عادل هو قانون الستين من تكتل التغيير والإصلاح تخرج قتل لبنان الحر الموحد والتشناك ووحدة الجبل إلى التصويت للتمديد المنطقة اليوم بعين العصفة ولبنان منه بعيد عنها أبدا لهالأسباب أي إجراء بيتخذ من أجل مصلحة لبنان أولا وأخيرا واستقرار وأمن لبنان نحن معه وحدها كتلة التيار الوطني الحر ستخرج عن إجماع التمديد ونوابها غابوا للمرة الأولى عن لقاء الأربعاء حزب الله افترق عن التيار فقط بتأييده والثامن من أذار التمديد المطلوب الآن أن نطوي ملف الانتخابات النيابية وأن ننتقل إلى تشكيل الحكومة على ضوء التمديد للمجلس النيابي لم تعد الحكومة المقبل حكومة الانتخابات إنما هي حكومة سياسية مخاض التمديد ينتهي مبدئيا الجمعة لتبدأ مجددا جرجلة التأليف الحكومي في أزمة سياسية مفتوحة موسيقى